أهلاً بكم أعزائي أولئاً أمور وطلاب الصفة السادسة الابتدائي يا رب دايماً تكونوا بألف خير أنا عادة إن شاء الله هنشرح منحل الدرس الأول من الوحدة الخامسة من كتابنا جيم عنوان الوحدة Amazing Journeys رحلات رائعة الوحدة دي بشكل أساسي هتكلمنا عن الرحلات والصفة طبعاً قبل ما نبدأ حابب أفكركم أن كل الرابط الخاصة بي والتي تهمكم في سندوق الوصف أسفل الفيديو منهم رابط تليجرام اللي هتواصلوا معي من خلوه بشكل مباشر واتبعتولوا عليه أسئلتكم مستفساراتكم وأنا هرد عليكم على مدار اليوم كمان رابط صفحيته على الفيسبوك هيشرفني وتابعتكم ليا من خلالها وما تنسوش دعم الفيديو باللايك والاشتراك في القناة وتفايل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني واتبعوا معايا باقي المناء ودلوقتي نبدأ عنوان درسنا النهاردة بيقول يعني هو ذهب بالسفينة زي ما تعودنا بنبدأ بالمين بالمفردات الأساسية أول حاجة معنا يعني يذهب في رحلة طويلة يركب جمع يعني يقوم برحلة قصيرة يذهب في رحلة بحرية يبحر بالسفينة يسافر بالقطار بعد كده يعني مستكشفين مشهورين من الماضي ابن بطوطة وده مستكشف ورحلة عربي ده تاريخ ميلاده ده تاريخ وفاته باسكو دي جاما برضه ده تاريخ ميلاده ده تاريخ الوفاة وماركو بولو برضه نفس الكلام ده تاريخ الميلاد وده تاريخ الوفاة بعد ما عرفنا أسامي الشخصيات أو المستكشفين المشهورين من الماضي تعالوا بقى ندخل على المفردات الأضافية أول كلمة كلمة يعني مستكشف كرويشا 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 ليه كرواتيا كرو اي شا والتي هنا بتططق شا كرويشا كوركيلا كوركيلا طبعا هي في اللغة الكرواتية اسم الجزيرة ده بتنطق كوركيلا لكن في الإنجليزي بتنطق كوركيلا كوركيلا ايطاليان ايطاليان ايطالي إكسپيريينسز 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 تجارب أو مواقف ما ريد بها في حياتك هورمز 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 مضيق هورمز دايري دايري مفكرة أو يوميات دايري ميوزيام ميوزيام واتحف ترافولز ترافولز اللي هي السفرية ورحلات داواست داواست طبعا كلمة وست لما تبقى مكتوبة بحرف مش بيبقى قصد بها تجاه الغرب لكن بيبقى قصد بها الدول الغرب اللي هي زي أمريكا ودول أوروبا وكده فانس 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 مدينة فانسيا في إيطاليا انشنت انشنت قديم بس طبعا قديم جدا أو أثري دا معنى انشنت طبعا حرف الس هنا بتنطق ش انشنت انشنت فيكيشن اجازة ايلاند جزيرة طبعا حرف الاسس ايلاند ايلاند انترستين مثيرة الاهتمام او شيقة انترستين سانتشري سانتشري يعني قارنة ومئة سنة طبعا التي اللي وراه يو بتنطق شا سانتشري سانتشري ايران 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 دولة ايران اوبجيكتس اوبجيكتس اغراض او اشياء اوبجيكتس تصريف الافعال يتذكر يتذكر يسافر يبحر يبحر يتخيل بعد كده الافعال غير المنتظمة بعد كده جزء الاكسپريشنز التعبيرات والعبارات المهمة هذه هي فكرة جيدة يصل الى يصل الى يعني يستغرق السنوات what an adventure يا لهم المغامرة one of the first people من اوائل الناس far away بعيدا go across يذهب عبر come to life تعود للحياة come to life بعد كده الجمل المهمة اللي جات في الدرس اول جملة معنا بتقول ماركو بولو is a famous italian explorer الدرسة بتكلمنا عن مستكشف ايطالي اسمه ماركو بولو وده طبعا كان مستكشف ايطالي مشهور في الماضي ماركو بولو ماركو بولو كان واحد من اوائل الناس من الغرب طبعا يصل هنا الغرب لها دول الغرب امريكا وأوروبا وكده to visit يزور الصين في القرن الثلتاشر traveling to china was very difficult in those days he went on a long voyage by sea الصفر طبعا في ايام ماركو بولو للصين كان صعب لانه كان فيه طائرات ولا اختارات ولا سيارات ولا كان ده كله ما كانش فيه غير السفن او انه يركب حيوانات زي الجمال فطبعا السفر كان متحبه بذات لما يكون مسافة بعيدة زي الصين he went on a long voyage by sea يعني ذهب ماركو بولو في رحلة طويلة عبر البحر ماركو بولو museum متحف ماركو بولو is on an island in Croatia called Corkula بيقع متحف ماركو بولو وعلى جزيرة في دولة كرواتيا the museum المتحف had a lot of things يعني كان بيت كثير من الاشياء from ancient China من الصين القديمة بعد كده معنا check point هنحلها مع بعض اول سؤال sailing sailing اللي هو البحار by was an amazing experience experience لما لا تقربة او موقف مارد بي طبعا sailing by ship البحار بالسفيد نادية on a journey في رحلة last weekend طبعا هي went on a journey ذاهبت في رحلة ابن بطوطة was a famous famous يعني مشهور طبعا ابن بطوطة زي ما قالينا دا كان famous explorer يعني مستكشف مشهور she enjoyed riding هي استمتعت بركوب the across the desert عبر الصحراء طبعا camel اللي هو الجامل I a trip once a week مرة في الاسبوع طبعا I take a trip once a week I think they by train by train يعني بالقطار they traveled يعني سافروا by train بالقطار دا الدرس بتاعنا حوار ما بين انجي وصدقتها رانا رانا شايفة انجي بتعرف حاجة فعايزة تعرف هي بتعرف ايه بالضبط فبتسألها وتقول لها what are you reading انجي ماذا تقرأين يا انجي oh hi رانا اهلا يا رانا it's my travel diary هتلادي مذكرات الصفر الخاصة بي I want to remember my family's vacation in Croatia a few years ago a few years ago عايزة تفتكر اه رحلة اللي عملتها مع اسرتها لكرواتيا من كم سنة فاتوا فرانا بتقول لها that's a good idea تلك فكرة جيدة what was your favorite thing about the vacation بتقول لها ايه شي المفضل لك في الرحلة I think it was visiting the marco polo museum كان زيارة متحف marco polo رانا بتقول لها really حقا where is that ولا اين هو او اين ذلك المتحف it's on an island انا على جزيرة in Croatia called Korkula سمه Korkula we took a trip there يعني عملنا رحلة او قمنا برحلة هناك it's a really interesting museum انه حقا متحف شيط all about the travels of marco polo كله او المتحف كله بيتكلم عن رحلات او سفريات marco polo فانا رانا بتقول لها who was marco polo he was an Italian explorer ده كان مستكشف ايطالي and one of the first people واحد من اوائل الناس from the west من دول الغرب to visit China يزور الصين he went there هو زهب هناك in the thirteenth century رح هناك في القرن الثلاثتاشر I wrote وكتب a diary about his experiences عن خبراته وتجربه و الموقف نمر بيها it's called تسمى the travels of marco polo تسمى رحلات marco polo رانا بتسأل هنا انجي وتقول لها how did people get to china in those days ازاي الناس كانوا بيروحوا الصين في الايام دي it's very far away بتقول لها دي بعيدة جدا you couldn't just fly there or travel by train بتقول لها ما كانش فيه صفر بالطيارة ولا حتى بالقطار بترد انجي وتقول لها it was very difficult كانت صعبة صعبة جدا the journey took years الرحلة كان بتاخد سنين marco polo went on a long voyage by sea marco polo راح رحلة طويلة بالبحر أو عن طريق البحر he sailed by ship ابحر بالسفينة from venice من فينيسيا to corcula لجزيرة كوركولا and then onto ايران ومنها الى ايران when he got to هورمز لما وصل مضيق هورمز he stopped توقف and went across the desert و ذهب عبر الصحراء he rode a camel ركب جمل all the way to china طول الطريق لحد ما وصل للصين رانا بده لها ووو what an adventure هي لها من مغامرة yes and imagine arriving in China almost 800 years ago تقريبا من 800 سنة it was so different than كت مختلفة جدا عن الوقت اللي هو إحنا في حاليا the museum had a lot of things from ancient China المتحف كان فيه أشياء كثيرة من الصين القديمة it really made the story of Marco Polo come to life أعاد إحياء قصة ماركو بولو تاني أو خلى الناس تهتم بها مرة تانية ده جزء الحل أول جزء معنا وأول سؤال معنا هو سؤال الاستماع هنرى نص الاستماع زي ما تعودنا ونفهم بعض كويس ونجاوب على أسئل نص الاستماع بيقول رانيا has an interesting travel diary she's reading it to remember her family's vacation in Croatia last year والانيرانيا عندها مذكرات سفر شيقة وبتقرى فيها عشان تفتكر رحلة أسرتها لكرواتيا العام الماضي they visited the Marco Polo museum زاروا متحف Marco Polo the museum is on an island المتحف أو موجود على جزيرة it's really an interesting place إنه حقا مكان شيء and it's all about والمتحف كله عن the travels of Marco Polo سفريات Marco Polo أول سؤال معنا رانيا has an interesting travel طبعا travel diary she wants to remember her family's vacation عايزة تفتكر هل تذكر رحلة أسرتها طبعا كرواتيا they visited the museum طبعا زاروا Marco Polo museum the museum is on a or an طبعا island على جزيرة بعد كده سؤال تشوز سؤال الاختياري أول سؤال في الاختياري معنا بيقول they sailed by طبعا أبحاروا by ship بالسفين أحمد wrote يعني كتب about his travels عن سفرياته طبعا wrote a diary سالم a trip every year طبعا بيعمل رحلة أو بيقوم برحلة بيقوم برحلة بيقوم برحلة بيقوم برحلة بيقوم برحلة my sister أختي wants to go on a long next week الزوال قادم she loves the sea هي بتحب البحر هتبع طبعا go on a long voyage رحلة بحرية I'd never ride a in the desert I am afraid of them أنا أخاف منهم أنا مش هركب في الصحراء أبدا أنا أخاف منهم طبعا يوصد هنا a camel جمل ابن بطوطة is a famous from the 14th century طبعا famous explorer بعد كده number 7 ماركو بولو wrote a diary about his يعني كتب يوميات أو مذكرات عن his experiences عن تقربه when نوها reads her diary عندما نوها تقرأ مذكرات أو يوميتها she remembers تتذكر her to Italy طبعا بتفتكر سفريتها أو رحلتها لطالي her travel to Italy a is 100 years 100 سنة طبعا يوصد هنا century الو القرن the museum of ماركو بولو موطحف ماركو بولو is full of objects طبعا ancient objects الاشياء الاثرية بعد كده سؤال read and complete اقرأ واملة الفراغات ماركو بولو was an italian كان italian explorer استكشف and one of the first people from the west to visit china واحد من اوالي الناس من الغرب اللي زاروا الصين he went there in the 13th زهب هناك في القرن طبعا 13th century في القرن اخدت سنين 13 and 4 ابن بطوطة كان واحد من اعظم المستكشفين في التاريخ عاش في القرن الاربعتاشر وتولد في سنة 1340 ابن بطوطة wanted to explore the world and visit the most important Muslim cities to learn about different cultures كان عاوز يستكشف العالم كله ويزور اهم المدن الاسلامية عشان يتعلم عن الثقافات المختلفة اجتعلم he started his journey at the age of 21 بدأ رحلته هو سنه 21 سنة and it lasted for 29 years وستمر 29 سنة he visited places like Egypt India China and many more زار امركن زي مصر والهند والصين واكتر he didn't travel by plane like we do today طبعا ما كانش بيسافر بالطيارة زي ما بنعمل ايام دي he used camels استخدم الجمال and boats والمراكب and walked long distances وكان بيمشي مسافات بعيدة ابن بطوطة wrote about his journey كتب عن رحلته his writings كتباته helped us سعادتنا understand and respect the differences between different places in the world الكتبات بتاع تساعدتنا ان احنا نفهم ونحترم الاختلافات بين الاماكن المختلفة في العالم we also learned to be brave and curious وتعلمنا نكون شجعان و curious فضوليين يعني نحب المعرفة to reach our dreams عشان نوصل لأحلام الأسئلة أول سؤال بيقول choose the correct answers اختار الإجابات الصحية ابن بطوطة started his journey when he was بدأ رحلته لما كان عمره 21 21 the underlined were pronoun it الضمير it اللي كان تحته خط بيشير إلى طبعا كان بيشير إلى الرحلة بتاعت ابن بطوطة اللي هي the journey in his journey في الرحلة بتاعته he used استخدم camels اللي هي الجمال بعد كده why did ابن بطوطة want to explore the world لماذا أرد ابن بطوطة أنه يستكشف العالم طبعا الإجابة to لكي learn يتعلم about يعني عن different cultures شي يتعلم عن الثقافات المختلفة summarized يعني نلخص the text النص in two sentences في قملتين هنقول ابن بطوطة was was a great explorer explorer he visited يعني زار many many important countries دوال and cities ومدن ابن بطوطة was a great explorer he visited many important countries and cities دو تلخيص مقترح للنص اللي احنا قرناه بعد كده سؤال الترتين اول جملة معنا ماركو بولو وينتون زهب في along voyage في رحلة بحرية طويلة باي سي عن طريق البحر the journey الرحلة to china الرحلة الى الصين took استغرقت years سنوات the museum المتحف is on يعني على جزيرة an island called تسمى كوركولا تسمى جزيرة كوركولا ماركو بولو وز يعني كان an italian explorer كان مستكشف ايطال بعد كده سؤال علامات الترقيب how did people get to china those days هنخلي china capital لانا اول حرف يالي ده اسم بلد وطبعا هاوي يعني كيف يبقى خير علامة استفان what are you reading ng هنخلي i بتاعت ng capital اللي اسم انسان وبرضو what هنا يبقى نضع علامة استفان بكده نكون خلاصنا شرح وحل الدرس الاول من الواحدة الخمسة من كتابنا الرائع جيم يا رب يكون الشرح والحل افدوكم اشوفكم على خير في فيديو جديد قريب good bye